طب بعيداً بقى عن الملوك ومقابر الملوك عايزين نعرف المصري بقى القديم يعني العمال والنبلاء كانوا بيعيشوا ازاي كانوا العيلة بالنسبة لهم ايه قصص الحب بالنسبة لهم كتعاملة ازاي قصص الحب في مصر القديمة مختلفتش كتير عن دلوقتي ممكن المجتمع عن مصر احنا كنا نتكلم عن سيدات بيساعدوا أجوازهم وستة برعت بفصك بالجزء ده كان موجود من أيام مصر القديمة من أيام مقابر العمال بونات الأهرام الرجال كانوا بيروحوا عشان يشتغلوه في عمالية بونات الهرم والستات كانوا بيعملوا لهم الأكل والشرب يودهولهم في مواقع العمل الفلاحين في الأراضي الزراعية كانوا بيشتغلوا والستات بتساعدهم في عمليات الزراعة كان كل المشاركات الاجتماعية دايماً لقى الراجل والستة مع بعض على عكس كل الحضارات المعصرة أو اللحقة للحضارة مصر القديمة كان دايما الراجل ببهو نمرة واحد والست نمرة اتنين لا المجتمع المصر القديم كان في حالة حب وتوافق ما بين الراجل وزوجته عندنا مثال شيخ جدا وهو القزم سند قزم صغير ابتدى ان هو يترقى لحد ما وصل لمرحلة ان هو كان من ضمن كبار شخصيات الدولة وكان من ضمن كبار شخصيات البلاط في الدولة القديمة اتجوز اميرة من الاميرات وكاهنة هي بحجمها الطبيعي وهو قزم تعمل لهم تمثال وهم قاعدين جنب بعض طبعا مراعاة ان هو قصير في الحجم فكان بيظهر وهو قاعد مربع رجليه وولاده قاعدين تحت رجليه ده دلالة على ان احترام الاسرة المصرية وتقدير للشخص حتى لو كان عنده مشاكل صحية ولكن الحب ما كانش بيمنع ان يبقى فيه علاقة ما بين قزم وبين امرأة عادية واميرة وكاهنة وظلت هذه القصص بتورس من جيل لجيل لغاية لما وصلنا للقصة الاهم والابرز اخناتون وانفرتيتي ده القصة الاشهر والاكثر ومنسية سابت عاصمة وسابت دنيا وراحت مع جزال تل العمرنا في المينيا عشان يبنوا عاصمة جديدة يعني مش عايز احرق الماضي قصة حبهم ابتدت وهم امرها صغيرين يعني يكرهم عندهم مثلا ست سبع سنين كانوا متربين مع بعض في القصر الملكي هي لقيت ان هو شخص غير عادي شخص عنده طموه وعنده رغبة ان هو يغير من المجتمع ويغير من العالم شخصية غير عادية ده اللي جذابها ليه بشكل غير طبيعي طبعا لما كبروا وتجوزوا الحب ده زاد وقوي فكرة ان هو كان عنده رغبة ان يغير العالم من حواليه والثورة الفكرية والدينية اللي هو خضها دي كانت مغامرة غير محسوبة ولكن حبها ليه خليها تشترك معاه في الثورة دي تشترك معاه في المغامرة الرهيبة دي ازاي ان هي تتنقل معاه من طيبة عاصمة الامبراطورية وعاصمة العالم القديم كله يتنقلوا يروحوا مكان مجهول مش عارفين حيروحوا يلاقوا ايه هناك في تل العمرنة مجرد صحرة راحت معاه هي حامل كانت في بنتها التانية ومع ذلك صممت ان هي تشارك جزء الحلم وتشاركوا الثورة وتشاركوا العمل العظيم اللي هو كان عايز يعمله ازاي ان هم عاشوا مع بعض 17 سنة بتشاركوا الاحتفالات بتشاركوا كل المناسبات الدينية كانوا دايما بطلعوا مع بعض وكانهم نصين الراجل والست مجرد يعني مش مجرد راجل والست عاديين لا دا كانهم النصين بتقول كون كان دايما بيتشاركوا في كل حاجة كل تماثلهم بنلاقيهم مع بعض مش بس كده كان هما تكسيد لقيم حب الاسرة المصرية نتكلمنا عن الاسرة المصرية العادية الطبقات الوسطى طبقات الدنيا ولكن لأول مرة بنلاقي مالك ومالكة ولادهم عاديين مع بعض بشكل أسري اجتماعي عادي عنها أن الفن الأتوني بيجسدهم مع بعض وكانهم قاعدين في قاعدة فيها أريحية كبيرة جدا هم قاعدين بيأكلوا ويشربوا وبناتهم حواليهم بيلعبوا مع بعض كأنه تكسيد لحالة أسرية زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي طب وهل فعلا النفرتيتي كان بتغير عليه يعني هل في قصة كده عن الغيرة هي نهايتها كانت غمضة جدا وإحنا لحد النهاردة ما نعرفش إيه سبب اختفاء نفرتيتي من على المسرح التاريخي يعني فجأة بعد وفاة أو قبل حتى وفاة أخناتون قبل وهايته حوالي أربع أو خمس سنين هي اختفت تماما من على المشهد السياسي وحالة محلها بانتهبت هي اللي بتحضر الاعتفالات هي اللي بتحضر المناسبات هي اللي بتظهر كان هي الشخصية الأنثوية في الدولة لحد ما توفى أخناتون واختفت نفرتيتي تماما ومنعرفش إيه المصير هل هم اختلفوا مع بعض هي اللي كانت غيرانا منه هل هو اتجوز عليه هو احنا معروف ان الملك في مصر لا دي ما كان بيتجوز أكتر من واحدة هو كان عايز وريف فتجوز أميرة من الأميرات اسمها كية واللي خلف منها توت عن خام فهل ده كان سبب الصدام الشديد اللي مبينهم خصوصا هيكا بتحبوا حب جارف هل هي هربت وسابت تل العمارنة بعد ان حاست ان الموضوع بانهار الغموضة لفقصتهم مش عارفين نهايته اشتركوا في القناة